مع افتتاح سوق الطماطم الموسمي في مدينة جالو يقبل التجار من شتى المناطق على السوق بشكل تدريجي إذ يعتبر سوق جالو للطماطم من الأسواق الكبيرة على مستوى ليبيا لملاءمة زراعتها في هذه المنطقة بالنسبة للطماطم عندنا نياتة أولاً بدأت صحيح في بديدة كانت سمحة والآن الطماطم مع الشيء تمت هذه الطماطم وحتى المزرعين زعلنين ورخيصة الطماطم تبدأ بالعاشرة جنيه تموت عند العشرين ثمانتاش سبعتاش والمتوسطة بخمسة وبستة وهذا طبعاً ما سعتش حاجة اسمها مزارع لأن المزارع مكلف تكلفتها لأن طموحها هو أن يبي اسعار واجدة ولكن الله غالب هذا ما قسم الله الأسعار والله مناسبة قبل كانت الأسعار غالية المواطن ما يقدر يشيلها لكن تولي أسعار ما شاء الله عليها الأسعار مناسبة تمام تمام والمزارع يرضى والمواطن يرضى الأسعار ما شاء الله عليها المزارعون اشتكوا من تدني الأسعار مقارنة بما ينفقونه على زراعة المحصول من البذور والمعدات الزراعية وتكاليف الري وأجور العمالة شنو نقول لك يعني والله السوق يعني صراحة للأسف يعني أسوام يعني ما تجيبش حتى خسارة المزارع ولا تعبل حتى المزارع من من المشقة والتعبل الواقع اللي توسير يعني توما أقوله بالله نخسر دويات ونخسر حشاك عماله وزبله وشي يعني صراحة ما يجيبش حتى نصف اللي خسرها الفلحون طالبوا حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الزراعة على وجه الخصوص بالتدخل لحل المشاكل والصعوبات المتكررة كل عام حيث يتم إهدار ربع محصول الطماطم سنويا نظرا لضعف التسويق وعدم توفر الإمكانات اللازمة لحفظ المحصول